مرض الجدري والالتهابات الجلدية عند طيور الكناري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذه الحلقة المتعلقة بالأمراض الجلدية والطفحات الجلدية والالتهابات الجلدية التي تظهر عند جميع الطيور خاصة منهم طيور الكناري وهو موضوع هذه الحلقة تلبية للطلاب أحد مربي طيور الكناري ومتتبعي قناة شوف كناري المرض الجلدي عند الطيور عامة وطيور الكناري بصفة خاصة هو مرض يعتبر الأخطر من بين الأمراض التي يمكن أن تسبب في وفاة وموت الطائر كل هذه التسميات طفحات الجلدية والالتهابات الجلدية للطيور واللكناري هي ما يسمى بمرض الجدري وهذا الجدري له عدة أنواع ومن بين التسميات التي تطلق على أنواع أمراض الجدري هناك جدري الدفتيري وهناك الجدري المائي أو الجدري الرطب هذا المرض جدري الكناري هو مرض جلدي خطير هو فيروس معدي للطيور حيث يظهر طفح جلدي عبارة عن بقع على سطح الجلد أو على شكل حبوب على جميع أجزاء جسم الكناري على أرجله على قدمه أو على رقابته أو تورم حول العين أو على مستوى المنقار من أعراض هذا المرض الخطير صعوبة في التنفس ضعف في شهية الطائر الخمول ضعف الطائر بصفة عامة قلة حركته داخل القفص ونشاطه جلوس الطائر على أرضية القفص كذلك عين الطائر تصبح مغلقة شبه مغلقة نفخ الريش قلة الريش على الرقابة والظهر والرأس خاصة حول العين أو المنقار كذلك الجلد يصبح جلد الكناري يصبح متقشر بعض الشيء على مستوى الرأس والرقابة أو الظهر وأخطر أعراض هذا المرض هو تغير في لون البطن إلى الأسود أو الرمادي أو ظهور سفرار أو بياض في الحلق وهي من المراحل الأخيرة الخطيرة التي تنبئ بإمكانية موت الطائر في أي لحظة لقدر الله إذن لتفادي إصابة طيورنا من هذا المرض الخطير لقدر الله يجب العمل على الوقاية من هذا الجدري اللعين يجب عدم إدخال مثلا أي طائر جديد على الطيور في القفص وعزله لمدة لا تقل عن شهر كذلك يجب القضاء على جميع الطفيليات وخصوصا الفاش لأنه ينقل العدوى من طائر إلى طائر تعقيم القفص ضروري تعقيم المجتمات أو المجتميات والمعالف التعقيم كما تحدثنا عنه سابقا نقصد به رش القفص بالماء الساخن وتعقيمه بماء بإضافة قطرات من ماء جافر وتنظيف أرضية القفص بالسمرار وتقديم الاستحمام للطائر إذن النظافة هي أفضل وقاية من هذا الجدري وبما أن هذا المرض خطير فعلاجه يكون صعب وإمكانية النجاة من هذا المرض تكون بنسبة ضئيلة إلا أنه يجب أن نحاول إنقاذ الطائر من هذا المرض ومن الوفاة لقدر الله لذلك لأجل العلاج يجب تعقيم البصرات أو الطفح الجلدي أي الحبوب الظاهرة على الجلد الطائر تقطير العين عند تهمها بالدواء المخصص لذلك توفير الهدوء وعدم إزعاج الطائر المصاب النظافة تستعمل كوقاية وكذلك كإلاج إضافة المكملات الغذائية في الطعام والشراب وتزويد الطائر بالمضادات الحيوية عند الشك بالإصابة ترجمة نانسي قنقر